بيقولوا أن مزيد من الأموال المستثمرة والتوقيت الأكثر واقعية أمر نادر الحدوث الخليج عارف كويس أن مصر أكبر من أن تفشل والصراع في غزة مزود الضغوط بشكل كبير جدا بيقولوا أن ممكن أسعار النفط تتغير ممكن تتغير الرغبة في الاستثمار ولذلك لازم نكون حذرين من مدى احتمالية حدوث الصفقة بالكامل من الأساس يعني دي دابلي وهنا بيتكلم في بعد لو أسامة طلع تكلم فيه لوحده هيقولوله أنت خاين وعميل ومش عايز الخير لمصر لكن دي دابلي وبتقول يا جماعة فيه إمكانية أن صفقة رأس الحكمة ما تتمش أصلا بالكامل احنا تكلمنا في الكلام ده بس مش من باب أن احنا بنفول على الصفقة لا طرحنا أسئلة في اليوم الأول قلنا أن مشهد السيسي مع محمد العبار مع محمد بن راشد في مارس 2015 لما كان بيقوله على العاصمة الإدارية الجديدة وهي لسه رملة وقال له عايزه يخلص إمتى قال له مبارح قال له ما عنديش الكلام ده بعدها الإمارات انسحبت أنا سألت سؤال اليوم ده وقلنا يا جماعة ماذا لو انسحبت الإمارات لسبب أو لآخر المقدم اللي اتدفع هناخده هل في شرط جزائي هل في اتفاق ما مين الأطراف اللي هتحكم ما بيننا أسئلة منطقية جدا لازم كلنا نسألها عشان نبقى ضمنين حقنا لو الإمارات خلعت زي ما خلعت قبل كده هنا دي دابليو بتقول يا جماعة ممكن أصلا المزاج العام الخليجي في قصة الاستثمار يتغير يقولك باشا والله كفاء كده احنا ليه بنستثمر في رأس الحكمة ما نستثمر مثلا في فينيسيا ما نروح مايوركا ما نروح طانجا في المغرب ما نروح أنطاليا في تركيا احنا ليه رايحين رأس الحكمة فهنا بيتكلم مش عقرار السياسي لإنقاذ مصر لا بيتكلم على مزاج دول الخليج في الاستثمار أو أنهم يحطوا فلوس فلو حصل ده وتغير المزاج إيه اللي هيحصل الصدقات عنه طيب هل النظام المصري حاطت في باله حاجة زي كده الحقيقة لا أنا بقول لحضرتك قولا واحدا النظام المصري رامي كل البيت في سلة واحدة اسمها الإمارات لو السعودية دخلت هيوزع البيت ما بين الإمارات والسعودية لو قطر دخلت هيقولهم يلا شيلوا معنا لو الكويت دخلت هيقولهم معنا لكن استيل كل القصة دي في دول الخليج اللي السنة اللي فاتت وقت ما أخده قرار موحد أنه مش دفعين للشحات ده مالين مساعدات مباشرة خلاص الاقتصاد وقع السنة اللي فاتت دول الخليج الأربعة طلعوا نفس التصريحات في فترة وجيزة جدا قريبة من بعض اللي هو ايه ما فيش مساعدات مباشرة باشا احنا مش دفعين لك حاجة احنا عندنا استثمارات اعمل إصلاحات عشان نديك لو المزاج العام تغير تاني دلوقتي وده اللي دي دابليو بتحذر منه فالصفقة دي ممكن ما تتمش أصلا